مصدر محصن يمكن شباب كتير جدا والله أنا يمكن بشوفهم سواء بعرفهم معرفة شخصية أو حتى من خلال السوشيال ميديا أملوا وحلموا أنه هو يحضر المنتدى وجلسات المنتدى حتى شفنا التسجيل على مستوى الموقع الإلكتروني نبنتكلم في حوالي نصف مليون شاب على مستوى العالم سجل من أجل الحضور وطبعا الحضور السنة دي هو أقل من السنين اللي فاتت وفقا للمتحدثة باسم المنتدى مصدر صارة بدري طبعا كانت معايا هنا في حلقة من الحلقات قالت طبعا نظرا لأن الكورونا موجودة فحيكون فيه أعداد أقل عشان يكون فيه مساحات ما بين الشباب المشارك إزاي ممكن يكون الشباب المصري أو الشباب العربي أو الشباب على مستوى العالم تأثر إيجابيا بعقد هذه المنتدايات وإزاي الصورة بدأت تختلف أو تتغير من بلد للتانية إزاي الرسالة تصل لكل هؤلاء سواء صنع قرار أو حتى بالنسبة للشباب أو المواطنين زي ما حضرتك أشرت أن المسألة النهاردة لما بتيجي تشوف رد الفعل بقى بتاع العقاد المنتدى هتلاقي رد فعل كبير جدا لأن احنا زي ما شفنا تقريبا زي ما حضرتك قلت أن في أكتر من نص مليون تواصلوا مع إدارة المنتدى لحضور هذا المنتدى هي الفكرة هنا برضو لأن لو لا أن هناك أهمية ولولا أن هناك فائدة من حضور الشباب لهذا المنتدى لم يكن ما الممكن أن يكون مثل هذا الإقبال لأن الحقيقة المنتدى الشباب تحولت إلى خلية عمل في مختلف القطاعات أنت بتتكلم على مشاركات متعددة بتتكلم على نمازج إيجابية يعني هقول لحضرتك مثلا الحقيقة والنوعيات حتى المشاركة اللي كانت في مؤتمرات الشباب كلها نوعيات كلها ملهمة وبعيدا بقى عن فكرة إيه أنت مش قاعد طول الوقت تخطب ولا قاعد طول الوقت تتكلم أنت بتتكلم بتتكلم بشكل عملي بتقدم نمازج عملية ومن كافة القطاعات حتى النمازج البسيطة يعني لن أنسى مثلا الست البسيطة اللي اسمها مروى العبد اللي من إحدى قرى الأقصر اللي كانت بتشتغل عشان تساعد والدها الغفير النظامي وتم تكرم المنا السيد بتاعت الإسكندرية اللي كانت بتسوق عربية تروسيكل الشباب زاوي الهمم ياسين الزغبي الولد اللي فقط ساقه وتحول إلى شاب ملهم لغيره من الشباب أحمد رقفة اللي عنده برضو نوع من شباب التحديات الخاصة ومع ذلك قدر وصمد ونجح وطلب إنه ينضم للقوات المسلحة واشتغل في جهاز الخدمة الوطنية في قسم السوشيال ميديا كل ده بيديك نمازج أوائل السنوية العامة اللي كانوا قاعدين جنب سيادة الرئيس في أحد المؤتمرات عن يمينه وعن شماله النمازج الملهمة في العالم هاني عازر من ألمانيا وغيره من أنا مش عايز أعدد لإنه مش عشان منساش ناس لكن كل النمازج الملهمة سواء العالمية أو المحلية بتبقى لها مكان في هذه المنتديات طب أهمية وجودهم إيه بقى أهمية وجودهم إنهم دول الطاقة الإيجابية اللي بتحرك المجتمع بعيدة